أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام مع برنامج زاد الصادقين ومع شيخ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا أهلا وسهلا فيكم شيخ الله يا أهلا بك شخنا كثير بتحكو عن العلم وطلب العلم هل أنا أديت العلم الواجب؟ هل أنا عم طبعه حالي أو غيري؟ شب تنصحنا بداية بهالموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وموالاه أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم أحبابنا الكرام بالإخلاص أما بعد بالنسبة لأمر العلم مهما قيل ومهما سيقال العلم علم الدين هو خير العلوم عند الله له شرف عند الله تعالى عظيم يكفي أن هذا العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء الأنبياء هم أفضل خلق الله ما ورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فإذا كان الأنبياء هم أشرف المخلوقات وما ورثوه هو العلم فماذا يكون هذا العلم؟ العلم الديني إذن العلم الديني هو أشرف العلوم عند الله تبارك وتعالى علامة المفلحين حبهم لطلب المزيد من العلم علامة رقي الأمم هي نشر العلم بينهم كلما كان العلم بين الأمم قويا كلما كانت هذه الأمة أو تلك الأمة قوية فإذا ضعف العلم ضعفت الأمة فإذا زاد الجهل وقل العلم الأمة ستكون في حالة ضعف كما نرى في زماننا هذا في زماننا هذا أحبابنا الكرام الأمة في ضعف شديد وليس سبب الضعف هو العدد بل عدد المسلمين اليوم أكثر من عدد الصحابة وليس سبب الضعف هو المال بل المال المتوفر اليوم بين أيدي الأمة جمعاء أكثر بكثير مما كان بين يدي الصحابة فإذا ما هو سبب ضعف الأمة هو انكبابهم على الدنيا تركهم لعلم الدين ازدياد الجهل فيما بينهم ترى الكثيرين لا يعرفون شيئا من أحكام دين الله تعالى لا من أمور الصلاة ولا ما شابهها من الأمور الضرورية في الدين لو سألتهم كيف الصلاة كيف الصيام لو سألتهم عن أحكام الوضوء لو سألتهم عن أحكام الاستنجاء لو سألتهم عن أحكام الضروريات في العقيدة لا يعرف يجيب أنا سمعت بأذني وأخبرني كثيرون كذلك في ناس ما بيعرفوا كلمة لا إله إلا الله ما هو معناها أنا سمعت بأذني في ناس ما بتعرف أين دفن النبي وين أو بكر ومين عمر ومين عثمان ومين علي وما شابه ذلك وسمعنا وشفنا من أناس ما بتعرف تقول إلا الله أكبر كلمة الله أكبر ما بيعف يقولوها ما بيعف شو هو الغسل من الجنابة أنا شفت شخص من فترة قريبة هو كبير بالسن قال لي كنت عم خالط بعض الناس في قرية أخرى وإن كمان كبار بالسن طلعوا ما بيعرفوا شو الاستنجاء وشو أحكام الجنابة فإذا الجهل منتشر هذا الجهل المنتشر بين الناس شو هو العلاج شو هو الحل الحل هو بنشر علم الدين بين الكبير وبين الصغير يعني من قل لك يا أخي المسلم تعلم علم الدين واتق الله سبحانه وتعالى ما تفوت عليك حضور مجلس العلم الشيطان يأتي بيوسوس لك بيقول لك أنا بعرف كل شي الشيطان أحيانا بيزين للإنسان بتعلم من فلان ما بتعلم من علان إذا بتجي على الجامع بيحسبوك على علام فالنتيجة بيفوت عليك حضور مجلس العلم الحل نشر العلم بين الكبير وبين الصغير علم أهل السنة والجماعة هو الحل شيخنا الآية قو أنفسكم وأهليكم نارا الوقاية هون كيف تكون؟ كيف من ترجمة؟ قو أنفسكم وأهليكم نارا كما قال سيدنا علي رضي الله عنه الوقاية تكون بأن تعلموا أنفسكم وأهليكم الخير يعني علم الحلال والحرام جاء هذا عن سيدنا علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية بإسناد قوي يعني الحل هو بطلب العلم كيف تحمي نفسك وأهلك زوجتك وولادك من نار جهنم كيف تقي نفسك وأهلك من نار جهنم فقط بالتمني أم كما قال سيدنا علي رضي الله عنه بتعلم علم الدين تعلم أنت وعلم أهلك وعلم ولادك الحلال والحرام ثم تطبق العلم على نفسك وعلى أهلك اعمل بالحلال وترك الحرام هذا هو سبيل النجاة يوم القيامة هذا هو الحل كثير من الناس يسألوا ما هو الحل هو الحل بالتمني أم هو الحل كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحل هو كما علم النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى حال الصحابة حالهم أحسن من حالنا بسبب ما عندهم من علم وتقوى إذن الحل هو بالرجوع إلى طاعة الله بتعلم علم الدين وبالعمل بهذا العلم الشريف فاضلت الشيخ إذا بدي أنا أسأل سؤال بالدين بدي أستفتي حدا من المشيه كيف بقدر أعرف هذا الشيخ اللي عم أسأله وعم بيحكي بالدين صح أو غلط وهل الحل بالوجوء لمسلا تطبيقات أو أبليكيشنز أو صفحات موجودة على الإنترنت أكيد ليس الحل وليس هذا سبيل طلب العلم لا بخراءة الكتب وحدك ولا بمطالعة الإنترنت ولا باللجوء إلى هذه الوسائل الحديثة باسم الإنترنت أو بغيرها إنما الحل هو بطلب العلم من أهل العلم والمعرفة هؤلاء العلماء هم الذين زكاهم العلماء شهد لهم العلماء بأنهم علماء فأنا بروح بتعلم عند إنسان عالم ثقة كيف عرفت أنه عالم ثقة؟ العلماء الثقات شهدوا له أنه عالم ثقة مثل ما أنا بقول بدي تعالج بروح أنا بيتعالج باسم الطب عبر الإنترنت ولا عبر التطبيقات ولا أي إنسان فتح عيدي بروح لعنده بياخد ابني لعنده ليتعالج عنده أو بروح عند إنسان طبيب ماهر شهد له الأطباء بأنه ماهر وثقة كذلك في الهندسة كذلك في دراسة الإنجليزية وغيرها من اللغات وغيرها من المواد العصرية النافعة فمن باب أولى في علم الدين العلماء شهدوا لفلان بأنه عالم ثقة يخاف الله بروح بتعلم عنده بيسأل وما دام أنا تعلمت الأساسيات والضروريات من علم الدين ما بقى في حدا نضحك علي ويموه علي أما لما يكون أنا ما عندي علم بالدين سهل على فلان وفلان وفلان ممن يدعي المشخة يضحكوا علي أعطيك مثال إجا لو إنسان إجا لعنا اليوم ببيع دهب قال لي خوض يا شيخ هذا دهب أنا شفته دهب صدقته دهب قام إجا واحد جوهرجي تاني قال لي لا هذه منا دهب هذه مطلية أنا شو بقول حيروني هالجوهرجية الواحد بيقول شي كمان أطباء بيقل لي دوائك ينفعك كذا وذيك بيقل لي دوائك الذي ينفعك كذا غير اللي قال هديك أنا شو بقول حيروني الأطباء مين اللي بيقول حيروني الأطباء اللي ما عنده علم بالطب مين بيقول حيروني الجوهرجية اللي ما عنده علم بالدهب مين بيقول حيروني المشايخ اللي ما عنده علم بالدين الجاهل اللي بيقول حيروني المشايخ أما المتعلم دين بيقول حيروني لا بقول هذا قال حق وذاك خالف الحق أما اللي منه متعلم دين شو بقول بقول حيرون المشايخ وهدي كل ما بتطلع إلا من إنسان منه متعلم ويا ما صادر على أسنة هؤلاء العوام شو بقول شلتها من دمتي وحتيتها بدمة الشيخ برقبة الشيخ عم يعلموهن ياها لحتى يستسهلوا الوقوع فيما نهى الله سبحانه وتعالى الله يعافينا إذن شيخنا ذكرتنا بكلام الشيخ عبدالله الهراري لمدئول علم الدين حياة الإسلام جزاه الله عنا خير علم الدين حياته الإسلام بارك الله فيكم وشكرا لكم مشاهدين الكرام خليكم دايما مع برنامج زاد الصادقين وإلى اللقاء زاد الصادقين ترجمة نانسي قنقر